بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى شرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس الكفاية اللغوية صف الثاني الثانوي اليوم حديثنا عن عناصر الفعل القرائي ثم بعض النشاطات ما زلنا في الوحدة القرائية ما زلنا في الوحدة القرائية وشاركوا في تقديم هذا الدرس في لغة الإشارة الأستاذ محمد القبيشي نحن في الوحدة تدريبية الثالثة في الكفاية القرائية في الكفاية القرائية القراءة التحليلية الناقدة القراءة التحليلية الناقدة كنا قد تحدثنا الدرس الماضي عن خطوات القراءة المتعمقة وهي الخمس خطوات وأيضا مراحل القراءة الأربع مراحلت ما قبل القراءة القراءة التمهيدية السريعة والقراءة المتعمقة ثم مراحلت ما بعد القراءة ومرحلة التركيز والفهم الهداف التدريبية هنا هنا أهم الأهداف التي تتعلق بهذه الوحدة تحدد العناصر التي توقع منك في هذه الوحدة أن تحدد العناصر المكونة من عملية القراءة وتحلل لغة مجالات مختلفة وبناها المعرفية كذلك تحدد المعاني الحرفية والأفكار الواردة في النص أيضا تفسر التلميحات والتضمينات والأهداف غير مصرح بها في هذا النص وتستنتج أحكاما وأوصافا ومواقف تضمنها النص وليم يصرح بها تحلل النص تحليلا نقديا تحكم على ما فيه من حقائق وآراء وبراهين واستنتاجات وتكتب دراسة تحليلية للنص المقروء تحدد معانيه الحرفية والتفسيرية والنقدية أيضا تنتج نصوصا وأفكارا من إبداعك بالاستفادة من النصوص المعطاة هذه أهم الهداف التي توقع منك بإذن الله في هذه الوحدة أن تتقنها عناصر الفعل القرائي وحدة تدريبية ثالثة عناصر الفعل القرائي هذا هو رابط الدرس الرقمي لاحظوا معي هنا عناصر الفعل القرائي ظروف الموقف القرائي أي نص من النصوص له ظروف لموقف قرائي لاحظوا هنا فيه لغة وهناك كاتب وأيضا النص ثم القارئ كاتب ونص وقارئ اللغة لاحظوا هنا الكاتب ثقافته أسلوبه مهارته الكتابية رؤيته موقفه من الموضوع وعلاقته بالقارئ هذه أهم ما يتعلق بالكاتب ظروف الموقف طبعا في اللغة النص طبعا نوع النص محتوى النص تنظيم النص هذه مهمة جدا لهذه العناصر مهمة في النص كذلك في اللغة المعجم لغة المجال ولغة الكاتب لغة المجال متحدث فيه واللغة المعجمية معاني الكلمات و لغة الكاتب الذي يكتب النص القارئ الذي يدخل فيه عناصره هو ثقافته و أسلوبه كذلك و مهارته القرائية و رؤيته و موقفه من الموضوع و علاقته بالكاتب بلاحظ هذه هي ظروف الموقف القرائية في أي نص من النص يحكمها هذا أو هذه العناصر التي هي عناصر الفعل القرائي هي الكاتب و النص و القارئ و خلفية طبعا خلفية النص طبعا النص يدخل فيه ثقافة نوع النص و محتوى النص و تنظيم النص كذلك هنا ثقافة الكاتب و ثقافة القارئ و ثقافة القارئ الاستنتاج هنا خمسة عناصر تشكل الجوالب الرئيسة للفعل القرائي قلنا عناصر الفعل القرائي هي الكاتب لاحظ هنا فراغ ثم اللغة ثم اللغة و سنتحدث كما ذكرت سابقا عناصر تشكل جوالب الرئيسة للفعل القرائي و ستحكم في تكوين المعنى عناصر الفعل القرائي الكاتب هنا دورها في تكوين المعنى طبعا لاحظ الكاتب يستطيع الكاتب الخبير أن يوصل الأفكار الصعبة إلى عامة القراء بأسلوب سهل إذا كان الكاتب خبيراً في مجاله فإنه يحظى بمصداقية عالية معنا في التخصص المتخصص إذا كان الكاتب موضوعياً فإنه أيضاً سيعالج موضوعه بحيادية تامة ينظر الأمر بحيادية تامة العنصر الآخر هنا مكتوب اللغة اللغة وأيضاً اللغة فيها لغة المعجم إذا كانت ألفاظ الكاتب مألوفة لدى القارئ فسيكون فهمه أدق لغة المجال مقصود به مجال متحدث فيه مثلاً في الأدب في الكيميا في الفيزياء إلى آخره إذا كان القارئ يمتلك لغة المجال المعرفة للنص فسيفهم مصطلحاته ولغته لغة الكاتب إذا عبر الكاتب عن أفكاره بأسلوب مباشر ولغة مبسطة فسيفهمه أي قارئ هذه في اللغة هنا الكاتب والقارئ الكاتب والقارئ الكاتب والقارئ وهو ثقافة ثقافة الكاتب وكذلك القارئ مهارته كذلك فهمه كل من الكاتب والقارئ أيضاً رؤيتهما القرائية والكتابية وموقفهما من الموضوع وموقفهما من الموضوع أيضاً بعد اللغة هنا يدخل فيه النص يدخل فيه النص النص ما الذي فيه؟ طبعاً نوع النص نابد للقارئ أن يعرف نوع النص وعناصره الفنية محتوى النص الوضوح والغموض فيه كذلك الحقيقة والخيال مضمون النص الالتزام بأعراف الكتابة الالتزام بأعراف الكتابة وهذا ما يتعلق بالنص أيضا ما يتعلق بظروف الموقف القرائي ظروف الموقف القرائي وظروف موقف قرائي كلما كانت ظروفه والكتابة متشابهة بين الكاتب والقارئ كان التحليل والتأثر أعمق وتؤثر ظروف القارئ وحالته النفسية على مدى فهمه للنص إذن عناصر الفعل القرائي هنا الكاتب والكاتب والقارئ واللغة والنص وظروف الموقف القرائي كيف تفهم النص؟ لا بد أن تتوفر هذه العناصر الخمسة للفعل القرائي نشاطات التعلم أو بعض نشاطات التعلم في ظوء معرفتك بعناصر الفعل القرائي علق على النص آتي هنا نص للكاتبة فلس من دل أنا وعالم الصواريخ ما وجه الشبه بيني وبين عالم الصواريخ؟ ليس بالشبه الكبير ويبدو أن أنماط قراءتنا لا تتشابه فيما بينها ويعمل عقلنا بشكل مختلف جدا دعنا نقارن غالبا ما تتم كتابة مقالات عالم الصواريخ بأسلوب يبدو كاللغة الهيروغليفية بالنسبة لي ولا يمكنني حتى حل شفرة عنوين المقالات في جرائده المهنية وإذا ما كان لابد لي من قراءة إحدى جرائد عالم الصواريخ المهنية فإن الأمر حتما سيكون مثل الكارثة فسوف أنضي في القراءة ببطء شديد مع نطقي كل كلمة بصوت عال وسأكون في حاجة إلى معجم علمي بجواري ولن أكون قادرا على قراءة تلك العلامات التي لا يستطيع حل رموزها إلا علماء الصواريخ والأمر بالنسبة له على العكس من ذلك فهو يبحر من خلال هذه الجرائد بنفس سرعة إبحاري في دراسة أبحاث القراءة مع شعوره بالارتياح لأنه يفهم بسهولة ويعرف بالضبط ما يبحث عنه وقادر على الاستيعاب السريع إن ما يجده القارئ في الصفحة المطبوعة يعكس معرفته وافتراضاته والكثير من أحداث المعرفية الأخرى لذا فإن ما أجده في جريدة عالم علم الصواريخ يعكس معرفتي وافتراضاتي وحياتي المعرفية التي تستبعد أي معرفة بعلم الصواريخ وتبين لنا الفطرة أنني وعالم الصواريخ لن نقرأ بنفس الطريقة على الرغم من كوننا قارئيني ذوي مهارة عالية وهذا شيء طيب لأننا نضبط قراءتنا لتتناسب مع أهدافنا الفريدة ومواهبنا وانتطلبات عملنا من كتاب القراءة الصحيحة هنا هذا النص أنا وعالم الصواريخ ماذا فهمت منه؟ ماذا تحدث؟ أيضا الكاتبة هنا وننظر إليها أيضا من خلال النظر إلى عناصر الفعل القراءي عناصر الفعل القراءي كيف لو كتب مثلا عالم الصواريخ بلغته كيف تفهمه؟ كيف تستقبل ذلك منه؟ أيضا هنا في الكاتب الكاتب هنا يكتب بموضوعية ولغته سهلة وسلوبه بسيط هنا الحديث عن الكاتب لكن هو قارن أيضا ذكر مثلا لو قرأت كتابا لعالم الصواريخ لن تفهم هذا الكتاب لأن اللغة تختلف ولأن الموضوع يختلف ولأن المجال أيضا يختلف كذلك ثقافتك أنت تختلف عن ثقافة عالم الصواريخ ولابد أن تجتمع الثقافتان يعني أنك عندك ثقافة عن هذا الموضوع وتعرف بعض المصطلحات لا أن لا تعرف فيه شيئا كما في هذا المثال التي ذكرته الكاتبة في القارئ هنا يستطيع أن يفهم ما يعنيه الكاتب بسهولة لأن هناك تشابه بينهما في عدم الخبرة بعالم الصواريخ يعني أن تفهمت النص الآن جيدا لأنك تتوافق مع الكاتب أو الكاتبة مع الكاتبة في معرفة هذا النص وأنك ليس لك خبرة عن عالم الصواريخ كذلك مضمون النص يرى الكاتب أن محتوى المادة المقروعة وثقافة القارئ والكاتب كلها عوامل تؤثر في الفعل القراءي ومدى نجاحي هذا المحتوى وظروف والثقافة ثقافة الكاتب كل هذه عناصر تؤثر في فهمك لهذا النص في فهمك لهذا النص فهذا النص قد فهم لأنك قريب إلى ثقافتك لكن لو قرأت نصا في عالم الصواريخ ومصطلحات لا تعرفها وهذا ما يقصده الكاتب أنك لن تفهم شيئاً وتحتاج إلى معاجم للرجوع إلى أغلب المصطلحات وللتفهم أصلاً شيئاً لأن أيضاً ثقافتك بعيدة ومصطلحاتك بعيدة حتى مع شدة قراءتك وكثرتها لاحظ معي هنا صنف المواد الدراسية ثانياً هنا صنف أنت المواد الدراسية التي تدرسها حسب الجدول وهذا ما يتعلق بك مواد أفهم لغتها ومصطلحاتها بسهولة وبيتنالك تحدد أي مادة ونحن نذكر ما ذكره أيضاً زملائك عن ذلك مواد تفهمها مباشرة مواد مثلاً تجد صعوبة في فهم مصطلحاتها ومواد أجيدها تماماً كالخبراء فيها فمثلاً المواد التي أفهم مصطلحاتها بسهولة لغتها هنا علم اللغة والعلوم الاجتماعية ومادة العلوم مثلاً كذلك مواد أجد صعوبة في فهم مصطلحاتها مثلاً الرياضيات والفيزياء والكيميا وقد يختلف بين طالب وطالب آخر قد يختلف ذلك يمكن طالب آخر قد يذكر مثلاً أن يفهم الرياضيات أكثر وهكذا مواد أجيدها تماماً كالخبراء فيها مثلاً جغرافيا وبعض فنون التعبير وعلوم القرآن ونسيما التجويد والتفسير فهنا أن تذكر هنا تصنيف المواد التي تدرسها أنت التي تدرسها بالنسبة لك أنت وبالنسبة لفهمك وعقلك هنا ثالثاً أقرأ لاحب حوامل المعنى ومحددات المعنى هنا حوامل المعنى وهنا محددات المعنى حوامل المعنى هي معلومات النص معلومات النص ما المقصود معلومات النص هي المعلومات والأفكار والمشاعر والأهداف التي يعبر عنها النص التي يعبر عنها النص معلومات القارئ هي المعلومات والأفكار والرؤى المخزونة في ذهن القارئ حول الموضوع يعني خلفية عن هذا الموضوع محددات المعنى ألف لغة المجال باء البنية المعرفية للعلم جيم البنية المنطقية للنص دال العراف الكتابية التي تتزم بها المص إذن محددات المعنى لغة المجال لكل مجال معرفي الفاظ هو مصطلحاته الخاصة مثلاً جغرافيا فيها الحديث مثلاً عن التضاريس والمناخ والسهول والاستواء والسافانة والسواحل معنى أن كل موضوع له مصطلحات خاصة بهذا الموضوع الأحياء مثلاً فيه الأعضاء وفيه الغذاء وفيه الخلية وفيه التكاثر وفيه الأنسجة إلى آخره البنية المعرفية للعلم هنا طبيعة المادة لكل علم طبيعة الخاصة مثلاً العلوم الإنسانية هي معلومات ومفاهيم ونظريات الرياضيات مثلاً هي مفاهيم ونظريات وقوانين ومعادلات وطرق للحل إذن تختلف بحسب البنية المعرفية للعلم كذلك البنية المنطقية للنص نفس النص طريقة تنظيم الجمل والأفكار في النص أيضا الفكرة شرح وتمثيل سبب ونتيجة مقارنة وتشبيه تعداد إلى آخره كيف عرض النص وطريقة عرض الأفكار العراف الكتابية التي تتزم بها النص المقصود للتسهيل مثلا العناوية الرئيسة وجانبية الكتابة في فقرات الإبراز الرسوم والجداول طبعا إبراز مقصود به توضيح إبراز نص أو تعريض خط أو تغيير اللون إلى آخره الرسوم الجداول التلخيص كل هذه أعراف الكتابية إذن حوام المعنى هي معلومات النص ومعلومات القارئ ومحددات المعنى هي لغة المجال والبنية المعرفية والمنطقية والأعراف الكتابية جميل هنا لاحظ الكلمات الواردة في السياق المألوف يمكن نطقها بطريقة صحيحة والتعرف على معناها بسهولة استخدم كل كلمة مما يأتي في السياقين مختلفين حيث يختلف إما نطقها أو معناها وإما معناها طبعا القصة في السياق الأول مثلا تأتي لمعنى وتأتي لمعنى آخر معنى أنها تأتي لمعنى وتأتي بعض الكلمات تكون لها أكثر من معنى بحسب سياق المستخدم فيه كذلك هنا سلم وسلم مثلا وهنا علامة وعلام وهنا أثير وأثير هنا معنى أنه أحيانا تختلف الكلمة في السياق أو في الجملة ويختلف معناها مثلا القصة تقول قصة وقصة مثلا تقول مثلا في قصة أخي شعره قصة غريبة هنا قصة هنا معنا القصة أيضا وتكون مثلا كتبت قصة قصيرة فلاحظ اختلفت الكلمة في سياقها في المعاني اختلف المعنى في نفس السياق لذلك هنا يتحدد في السياق الذي يمكن نطقه بطريقة صحيحة هنا سلم أو سلم تقول مثلا سلم الطفل من الغرق سلم الطفل من الغرق وأقول مثلا سلم المدير الجوائز للمتفوقين هنا اختلف المعنى هنا اختلف المعنى فان سلم وسلم كلها بحسب السياق كذلك علامة أو علام تقول هنا مثلا الله علام الغيوب علام وتقول أيضا على ما نختلف ونحن إخوة مثلا على ما نختلف ونحن إخوة هنا أيضا انتختلف السياق لكلمة علام أثير أيضا تأتي لسياق أقول مثلا صديقي أثير عندي صديقي أثير عندي معنى أنه مفضل لدي وأقول هنا أذيع البرنامج عبر الأثير عبر الأثير وقصد به أيضا في الإذاعة جميل فهنا اختلف أيضا المعنى أو السياق للكلمة الواحدة هنا خامسا يفترض الكاتب أن القارئ يفترض طبعا يفترض الكاتب أن القارئ يشاركه في ثقافة الموضوع ولغته ولذلك فإنه يشرح فقط ما يعتقد أن القارئ في حاجة إلى شرحه يعني لا يشرح كل شيء الكاتب وإنما يشرح الأشياء التي يعتقد أن القارئ يحتاج فيها إلى شرح وتسمى المعلومات التي يشرحها النص بمعلومات النص أما معلومات القارئ فهي ثقافته حول الموضوع أما معلوماتك أنت هي الثقافة التي تكون في ذهنك حول هذا الموضوع والتي تساعده على فهم معلومات المصطلحات التي لم يشرحها النص النص لاحظ هنا النص ومعلومات النص ومعلومات القارئ النص مثلا يمتص النص كميات هائلة من الماء عن طريق جذوره في التربة ولكنه يفقد أغلب هذه الكميات بصفة تكاد تكون مستمرة حيث يتسرب الماء في صورة بخار إلى الهواء الخارجي معنوات النص هو النبات يمتصن الماء من التربة عن طريق جذور معنوات القارئ يفترض أن القارئ يعرف مدلولات المفاهيم يعني يفترض النص أنك تعرف مثلا الجذور وتعرف بخار وتعرف الثغور يعني هذا المفهوم تعرفه ما يحتاج أو لا يحتاج إلى شرح فلذلك لم يشرح في هذا النص لتكمله هنا أيضا يمتصن نبات كمية هائلة من الماء عن طريق جذوره في التربة ولكنه يفقد أغلب هذه الكميات بصفة تكاود مستمرة حيث يتسرب الماء في سورة بخار الهواء الخارجي هنا النبات امتص عن طريق تربه الجذور وهنا الجذور بخار والثغور طيب هنا تسمى عملية فقد النبات للماء تسمى عملية فقد النبات للماء في سورة بخار بعملية النتح وأكثر من 90% من مجموع الماء الذي يفقده النبات يخرج عن طريق الثغور ولذلك يطلق عليه النتح الثغري أما بخار الماء الذي يتسرب من خلال بشرة المجموع الخضري والتي تكسوها مادة الكيوتين الشمعية فهو نتح كيوتيني ولا يتجاوز مقداره عادة 5% من بخار الماء الكلي المفقود كما أن السيقان خشبية للأشجار تفقد مقادير صغيرة من خلال العديسات بواسطة النتح العديسي طيب هنا معلومات النص عملية النتح معلومات النص عملية النتح فهي فقد النبات للماء في سورة بخار كذلك هناك نتح ثغري ونتح كيوتيني معلومات القارئ هي مثلا طرق تغذية النبات وعملية البناء الضوئي وعملية النتح وعملية النتح فيه هناك بعض المصطلحات قد لا يكون ملم بها القارئ الماما كبيرا فيحتاج من الكاتب أن يشرحها ويفسرها هنا إذا اختلفت ثقافة الكاتب سادسا إذا اختلفت ثقافة الكاتب عن ثقافة القارئ يعني معنى أنه اختلفت الثقافة تعسر الفهم أصبح الفهم غير واضح حاول تحديد المعاني عفوا وتفسيرها التي تضمنها الأبيات الآتية وبخاصة البيتين الأخيرين استعين بمعلم الكيمياء لتحديد مفهوم الكيمياء لدى العرب الأوائل قال أبو بكر لاحظ هذه الأبيات قال أبو بكر محمد بن هاشم الخالدي يمدح الوزير المهلبي أيت ملك معز دولة هاشم فزمانه عرس من الأعراس وتيقن الشعراء أن رجاءهم في مأمن بك من وقوع الباس ما صح علم الكيمياء لغيرهم في من عرفنا من جميع الناس تعطيهم الأموال في بدر إذا حملوا الكلام إليك في قرطاس هنا حديث عن الكيمياء ما معنى الكيمياء هنا في هذا النص المعنى الكيمياء معروفة وإنما لها معنى آخر هنا قالوا لاختلف الثقافة الكاتب عن ثقافة القارئ فمعنى الكيمياء هنا في هذا النص هنا مراد بعلم الكيمياء هنا الشعر هنا الشعر كما أن علم الكيمياء يتكون من تراكيب المواد المختلفة كذلك الشعر يتكون من تراكيب ومعاني لغوية وشعرية وهذا ما يقصده الشعر وليس الكيمياء المعروف لذلك هنا اختلف الثقافة بين الكاتب وقال النص وبين القارئ لكل مجال معرفي لغته ومصطلحاته الخاصة هنا أسرد أكثر قدر من ألفاب كل مجال له مصطلحات خاصة لاحظ هنا هذه الصورة وما هي المصطلحات التي تتضمن هذه الصورة وكذلك مصطلحات تتضمن صورة أخرى وهنا قمرة القيادة وهكذا فنذكر المصطلحات الخاصة مثلا هنا خطوط الطول والعرض الجهات الأربع الخرائط موقع المدن هذه مصطلحات خاصة به مثلا جغرافيا هنا مثلا بالميكانيكا تقوم مثلا المحرك المكبح شمعة الاحتراق مضخة الزيت والوقود وهكذا هذا في ميكانيكا السيارات في الطيران وقمرة القيادة هناك مصطلحات مثلا قمرة القيادة المدرج برج التحكم نظام الملاحة وكل مجال معرفي له لغته ومصطلحاته الخاصة به هنا لكل علم أيضا موضوعه الخاص ومفاهمه الإصطلاحية ومسائله الأساسية ونظرياته العلمية إن أي خبير في علم من العلوم يستطيع أن يرسم لذلك العلم خريطة مفاهمية يتوضح مفاهمه ومسائله وما بينهما من علاقات وهذا يساعده على وضوح تصور أجر بحثا لتحديد موضوعات العلوم الآتية هنا مثلا النحو هو علم يدرس أحوال الجملة وما يطرأ على واخر الكلمات فيها من تغيير بحسب وظائفها العربية والعوامل الداخل عليها يبدأ بدراسة الكلمة فيقسمها يسمه فعل وحرف ويفرع كل قسم منها إلى أجزائه التفصيلية ويبين المعرب ومبني منها وعلامات العراب والبناء ثم ينتقل إلى دراسة الوظائف النحوية للكلمات داخل الجملة والحالة العربية لكل وظيفتهم منها الرياضيات ماذا يدرس أو موضوعه ومسائله تقوم مثلا يدرس علاقات الحسابية والأشكال الهندسية ومفاهم الرمز ومصطلحات الأحياء مثلا يدرس أحوال الكائنات الحية من ولادة ونمو وزوال ومرض وعلاج الفقه الفقه علم يبحث في الأحكام الشرعية ويستمطها من دلتها الشرعية وهكذا كل علم له موضوعه ومسائله والأساسية أيضا موضوعات تتوقعها أنت أن تبحثها في الكتب دواتي على أناوين آتية مثلا جغرافي مملكة هي حدود وتضاريس ومناخ وهم المدن الآخرين نباتات الزينة من موضوعات يتوقع أن تبحث فيه مثلا تقول أنواع النباتات وكيف نحافظ عليها وما أمراضها وطرق علاجها بداء البترول في الاقتصاد السعودي مثلا الصناعة استخراج المعادل الثمين من باطن الأرض الطاقة الشمسية الإعلام السعودي أهم موضوعاته مثلا التنوع وسائل الإعلام وكذلك الحديث هنا عن رسم السياسة لإعلام وفنون التحرير الصحفي فنون التحرير الصحفي عاشرا هنا يختلف بناء النص باختلاف هدفه وشرح تجربه ووصف النظام وكيفية عمله الاستدلال على صحة فكرة والدعاء وتساعدك الأسئلة للتركيز على جزئيات ذات الأهمية في الموضوع لخص الجزئيات ذات الأهمية بمعنى في الموضوع باستخدام الأسئلة ثم دون استنتاجاتك حول تنظيم النص سنأتي لي تنظيم النص هنا النص سننظمه جهاز انذار الحريق يعد جهاز كشف الدخان المستخدم التحذيري من اندلاع حريق في غرفة أو مبنى من أجهزة مهمة وضرورية فبالرغم من خفاض تكلفته التي تبلغ في حدود 100 ريال فإنه يقي بإذن الله من نشوب حريق قد يقضي على ممتلكات بأساسة بكاملها يتكون جهاز كشف الدخان من جزئين أساسيين أولهما مجس حساس للضوء والجزء الثاني هو جهاز إلكتروني يصدر صوتا منبها مرتفعا يعمل جهاز انذار الحريق من خلال بطارية 9 فولت أو من خلال مزود الكهرباء المنزلي فكرة عمل الجهاز يعتمد هذا النوع من كشف الدخان على حساس الضوء وإذا لم تم تصميم دائرة إلكترونية بحيث إذا سقطت الضوء على حساس الضوء يتصدر الدائرة الإلكترونية جرسا منبها دات صوت العال دات صوت العال وهذه فكرة من عمل الجهاز انذار الحريق حيث أن الجهاز يحتوي على شعاع ضوئي عادي يصدر من بعث للضوء مثبت في نهاية انبوه أسطوانية تشكلها على زاوية 90 درجة تتفرع منه أسطوانة أخرى مثبت في نهايتها حساس الضوء في حالة وجود دخان كثيف في الغرفة فإن هذا الدخان سيدخل من الجهة المقابلة للإسطوانة المثبت بها المصدر الضوئي وسيعمل على تشتيت الضوء ليسقط على حساس الضوء ليسقط على حساس الضوء ثم سيتم تفعيل الدائرة الإلكترونية التي بدورها ستطلق صفارة الإنذار نلاحظ هنا ما موضوع الحديث؟ عن ماذا يتكلم؟ في النص هنا ما موضوع الحديث؟ جهاز إنذار حريق كم تكلفته مثلا؟ ما أهميته؟ أيضا مما يتكون جهاز كشف الدخان هذه أهم الأسئلة التي تلخص الموضوع أهم الأسئلة تنتاج عند وصف نظام الأشياء وكيفية عملها تتبع الخطوات الآتية هنا كيف يعمل جهاز إنذار الحريق وهنا أهم الخطوات عند وصف نظام الأشياء وكيفية عملها تتبع خطوات تالية وصف الجهاز وبيان أهم أجزائه لاحظ هنا الشكل الآتي خريطة مفاهيمية تبين اللغة مثلا أصوات تترك من كلمات وضعية وفي المعجم وصرف وأيضا جمل ثم نصوص تستخدم على شكل كلام وكتابة مهارات واستماع وقراءة أربع مهارات للغة وللتعبير عن أغراض أيضا فكرية وتبادلية وهذا ملخص ملخص للغة وبإمكانك أيضا أن تأتي مثلا لأي علم العلوم وتضع له ملخص لأهم المفاهيم التي يتكون منه هذا العلم اختبار بنائي في الكفاية القرائية لاحظ معي هنا أقرأ النص قراءة متأنية ثم أجيب تحليل النص الكاتب خالد خميس فراج تعتمد عملية التحليل على التلخيص لما فيها من تنظيم المعلومات بشكل منطقي وخطرة محلل على فهم النص ومن ثم فإن قراءة النص السريعة العجلة لا تعد تحليلا إذا وقف القارئ على النص وقفة متأنية وفهم النص وأدرك مغزاه وقرأ ما بين السطور كوكان على وعي بالدلالات الاجتماعية للألفاظ وعرف عناصر الجمال والقبح فيه دخل في منطقة النقد والتذوق الأدبي أما عملية التحليل الفني فإنها تحتاج إلى جهد ووقت وخبرة وبحث كيف تحلل النص الأدبي إذا أردنا تحليل معلقة زهير بن أبي سلمة مثلا فلابد أن نتوقف عند عصره وأبرز مظاهر حياته وحياة العرب في ذلك العصر ثم إنا حين نطلع على اسم القصيدة ونجد استعمال معلقة فلابد لنا من معرفة مدلول هذه اللفظة ثم نقرأ القصيدة فنجده يتحدث عن الديار المهجورة وبقاياها ويختار اسم امرأة يكنيها أم أوفى ثم يتحدث عن الرحلة فما الرابط بين كل ذلك وما علاقة الموضوع وما علاقة الصور التي أرضها بموضوعه كم ثم كيف عبر عن فكرته وحين ندرس البناء الفني للنص فإننا ندرس عباراته وصوره موسيقى وأفكاره وتركيباته اللغوية والعواطف وعلاقة كل ذلك بعضه ببعض مما سبق يتبين أن هناك مبادئ ومراحل يتدرج فيها القارئ كي يقوم بعملية تحليل النصوص ومن هذه المبادئ فهم النص وتحديد موقع النص وجوه العام وتحديد الفكرة والموضوع والوقوف على الصور الفنية والعاطفة هنا مبادئ التحليل فهم النص تحديد موقع النص وجوه العام وتحديد الفكرة والموضوع وأيضا الصور ثم العواطف هنا الحديث عن النص لغة النص مصطلحات أدبية مثلا عرف بها النص أو عرف بها النص سابقا تقول مثلا تحليل النص وبناء الفني وبعد تحليل النص مصطلحات أدبية وردت في النص وهي من جزء من مخزوني الثقافي مثلا أعرفها وعلقات وقرات ما بين السطور والصور مصطلحات أدبية وردت في النص ولم تشرح ولا أعرف مثلا بعض الدلالات بناء الداخل للنص لشكل خارجي بيئة النص بإمكانك إذن تذكر أنت مصطلحات تختلف عن ذلك بناء النص من الطرق التي تتبعها الكاتب تنظيم الأفكار كيف تتبع الكاتب تنظيم الأفكار موضوعه تسلسلي وضع عنوان هو وضع عنوان للنص وكذلك عنوان جانبية وأيضا تقسيم النص إلى فقرات أهم العراف الكتابية التي ذكرها هو التعداد اللفظي وكذلك إبراز مثلا عنوين بخط مغير أو لون وكذلك علامات الترقيم وكذلك علامات الترقيم هنا يقول أرسم شكرا يلخص أهم ما ورده في النص من معلومات وأفكار أهم ما ورد مثلا تحليل النص الأدبي عملية التحليل وكيفية تحليل النص الأدبي ودراسة البناء الفني وبادئة تحليل النص وبادئة تحليل النص هذا ما أردنا أن نهرده في هذا الدرس صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر